طيب بالنسبة لي دايما كده نسمع قولك القيمة السوقية تمام انه اللاعب كذا قيمته في ترانسفير ماركت خمسة جنيه التقديرات دي بتتحسب ازاي تمام دي واحد ومين اعلى الاسماء في الزمالك تقديرات مالية او قيمة مالية في الترانسفير ماركت طيب هو المعتاد ان انا دي المنطقة اللي دايما بتكلم فيها فانا حبيت بس بنهاية السنة ان احنا نتكلم عن الاحصائيات ونشوف نادي الزمالك وصل فين طبع ودايما الرقم هو حقيقة يعني صحيح لكن بالنسبة للترانسفير ماركت هو موقع بيقيم اللاعب وفقا لعدد من المعايير منها معيار السن ومعيار المشاركة مع الفريق ومعيار ما يحققه من سواء اهداف او في مركزه من سيقة الفني ومعيار انضمامه للمنتخب ومعيار تحقيقه للبطولات كل مجموعة من العوامل بتتحكم في تقييم سعر اللاعب فوفقا للعوامل دي ووفقا للتقييم اللي صادر في ديسمبر كل فترة الموقع بيعمل تحديث لأسعار اللاعبين الزمالك ابتدى الموسم السنة دي بحوالي 18.9 مليون يورو التقييم في ديسمبر ارتفع لـ 22.150.000 يورو يعني حوالي 395 مليون جنيه لما نتكلم عن أكثر يعني قيمة لعبة الزمالك وربعمائين ربعمائة مليون تقريبا لما نتكلم عن اللاعبة مين أكتر لعبة قيمة سوقية في ناس الزمالك هنتكلم في أشرف بن شرقي وهنقف عند أشرف بن شرقي لأن أشرف بن شرقي لما جاه نادي الزمالك من الهلال السعودي كانت القيمة السوقية له ربعمائة ألف يورو فقط بوجوده حاليا القيمة السوقية وصلت 2.050.000 يورو يعني حوالي 36.5 مليون جنيه أشرف بن شرقي وبمناسبة أنه هو يعني وفقا لما هو حقيقة في موسمه الأخير مع نادي الزمالك هنقوله بس شوية حاجات يعني هو جاء نادي الزمالك والقيمة السوقية له ربعمائة ألف يورو وصعدت دلوقتي ل 2.050.000 يورو ولولا انخفاض مستوى الملحوظ في بطولة كاسر عرب وخروج صراحة المدرب خليلو زيتش وقال أن أشرف بن شرقي صدامني بمستوى فبطولة العرب كان ضمن مركز ضمن القيمة الخاصة بالمغرب في كأس الأمم الأفريقية لأنه المدرب كان مقتنع به وفي ظل وجود نجوم كبار جدا في المغرب كان بيضمه لقيمة المنتخب واخد وضع كبير جدا بنقوله بس ممكن ياخد باله من موضوع القيمة بتاعته يشوف لاعب زي محمود عبد المنعم كهرباء كان في نادي الزمالك خلال تواجده في نادي الزمالك القيمة السوقية له 2.3 من 10 مليون يورو وكان أغلى لاعب مصري النهاردة أو خلال الفترة دي القيمة السوقية المحمود عبد المنعم كهرباء 800.000 يورو دي رسالة لبن شرقي يشوف فرجاني ساسي وضعه في نادي الزمالك كانت زي وماشي من نادي الزمالك ب2.5 مليون يورو كانت القيمة السوقية له دلوقتي ما تواجدش في أي نعم هو يعني مصاب بكورونا أو كذا ولكن في الآخر فقد كثير من الشعبية والجماهيرية والظاهير الإعلامي والصورة يعني الإمش زي ما بنقول يعني في الآخر اللعيب بيبقى محتاج حد يسوقه محتاج حد يشوفه محتاج معرض مكان الناس تتفرج عليه فيه يعني لعل أشرف بن شرقي تكون الرسالة دي توصله وياخد القرار الأصلح والأنسب ليه اللي احنا نتمنى أنه هو يكون استكمال مسيرته في نادي الزمالك بعد كده عندنا اتنين لعيبة كان العام 2021 هو نقطة تحول في مسيرتهم الفنية والمهنية محمود حمدي الوينش وأحمد سيد زيزو القيمة السوقية لكل اللاعبين ارتفعت لتنين مليون يورو يعني هما كانوا واحد ونص وقفزوا لكن لو بنتكلم في مسيرة مثلا زيزو كان جاي الزمالك قيمته السوقية حوالي متين ألف يورو الوينش نفس الرقم تقريبا اللي لم يكن 150 يعني مش متذاكب الظبط ولكن فيه قفزة كبيرة جدا واثنين من أكتر لعيبة اللي اتطوروا على مستوى القيمة السوقية في عام 2021 طبعا نرجع في المركز الرابع لأوباما أوباما برضو رقم مهم جدا في الزمال الزمالك طول الوقت آه يعني لازم الناس بقول لحضرتك لعيب مهم جدا ويستحق أن احنا نسن عليه دايما واحد ونص مليون يورو يعني اللي هو حوالي 27 مليون جنيه مثلا تقريبا في عندنا محمد أوناجم محمود علاء طارق حامد أحمد أبو الفتوح واحد من أكثر اللعيبة اللي قيمتها السوقية تطورت محمد أبو جبل دول جميعا القيمة السوقية لكل واحد فيهم واحد واثنين من عشرة مليون يورو اللي هو واحد وعشرين ونص مليون جنيه طب طارق حامد يبقى موجود فيه طارق حامد كان واحد ونص مليون يورو واستبعاده من المنتخب خلى القيمة السوقية بتاعته نزلت شوية بالإضافة لحاجة مهمة جدا زي ما قلتها لحضرتك موضوع الفئة العمرية السن موضوع السن شوية بيبقى ليه يدور في الحسبة دي في فكرة مستقبل اللاعب اللاعب ده ممكن ينتقل لفين فالتقييم بيجي من هنا يعني عندنا بقى طيب بس في نفس الوقت بقدر أعطى كلامك فضل أحمد أبو الفتوح واحد واثنين من العشرة ده معناه انه هو كان كان بقى كانت 800 آه ده عالي آه واحد من اللاعب اللي ارتفع ورح المنتخب بالضبط من اللاعب أكتر لعب أنا متوقع أنه هيحصل له قفزة في القيمة السوقية لا له أحمد أبو الفتوح أحمد أبو الفتوح عنده كل المواصفات اللاعب المثالي لعيب سنه زغير موليد 98 لعيب دولي لعيب أساسي في المنتخب بلاده لعيب أساسي في ندي فعنده كل المقاومات اللي هي ترفع القيمة السوقية له آه ولعيب مرشح دايما دايما لما يبقى فيه كشفين أو أندية رغبة في لاعب أنه هو يحترف بتحط في اعتبارها لاعب زي بقيمة أحمد أبو الفتوح في عندنا السنائي مواسف الدين الجزيري ومصطفى فتحي دول القيمة السوقية لهم مليون يورو مصطفى فتحي كان من اللعيبة اللي قيمتها السوقية عالية وانخفضت لما حصلوا بعض الإصابات لربعمائة ألف يورو ولكن في الفترة الأخيرة يعني ماذا يعود؟ تطور كثيرا في مفعول في أداؤه في فعليته فالقيمة السوقية بتاعته وصلت لمليون يورو وبرضو من اللعيبين المرشحين للإتفاع لأنه عمر مصطفى زغير وقدامه كتير ترجمة نانسي قنقر